هؤلاء أشخاص مصابون بأمراض أطلق عليها العلماء نادرة ويصعب علاجها يعانون بصمت ويحاولون التأقلم مع أوضاعهم التي فرضتها عوامل الوراثة فشكلت عبءا ثقيلا تؤثر في المجتمعات بشكل كبير ويصنف المرض النادر على أنه المرض الذي يصيب شخصا من بين كل ألفي شخص وثمانون بالمئة من الأمراض النادرة هي جينية الأصل أي أنها تنجم عن اضطرابات في الجينات أما البقية فتنتج عن عوامل أخرى مثل العدوى أو الحساسية أو العوامل البيئية بحسب منظمة الصحة العالمية وتؤكد المنظمة الأممية أن هناك ما بين ستة ألاف وثمانية ألاف مرض نادر يؤثر على نسبة سبعة بالمئة من السكان أي ما يقارب من ثلاثمائة مليون شخص في العالم خمسة وعشرون مليون شخص منهم موجود في العالم العربي وبشكل عام فإن خمسين بالمئة من المصابين بالأمراض النادرة من الأطفال كما أن ثلاثين بالمئة من المصابين يموتون قبل أن يحتفلوا بعيد ميلادهم الخامس وهناك الكثير من الأمراض تصاحب المريض مدى الحياة والبعض الآخر تظهر أعراضها في عمر متأخر بحسب منظمة الصحة العالمية ومن الأمثلة على الأمراض النادرة مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومرض المتلازمة الكلوية ومرض التليف الكيسي ومرض حلال البشرة الفقاعي ومرض التهاب الأمعاء الدقيقة ومرض التحسس من المياه ومرض التحدث بلغات أخرى ومرض الضحك المميت وبحسب الخبراء فإنه على الرغم من اختلاف أعراض هذه الأمراض ونتائجها تبقى المشاكل التي يواجهها أغلب المصابين متشابهة منها عدم وجود تشخيص دقيق وصحيح وتأخر التشخيص وعدم وجود معلومات كافية ونوعية عن هذه الأمراض بالإضافة إلى نقص المساعدات الطبية اللازمة وصعوبة الحصول على العلاج اللازم وتختلف تشريعات الدول في اعتبار المرض نادرا أم لا الذي ينجم عن أن الدول تعرف الأمراض النادرة بصورة متفاوتة فمثلا تعتبر أوروبا المرض نادرا إذا كانت نسبة الإصابة به تعادل واحد إلى الفين وفي روسيا يعتبر المرض نادرا إذا كانت نسبة الإصابة به تعادل واحدا إلى عشرة آلاف وفي الولايات المتحدة هو المرض الذي يصيب أقل من مئتي ألف من السكان ويحاول الباحثون والعلماء في أنحاء العالم من تحقيق تقدم في مجال البحوث لبعض الأمراض النادرة ولكن وعلى الرغم من كل هذه الجهود لا تزال موظم الأمراض النادرة غير مدروسة بشكل كاف كما أنها تحتاج إلى وعيا مجتمعيا في التعامل مع المصابين وتوفير الأموال للبحوث لإيجاد العلاج